للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم لنا مراسل التلفزيون المصرية محمود جميل من مدينة العالمين الجديدة محمود بعد التحية أطلعنا على الأجواء لديك من المدينة الساحرة الباهرة مدينة العالمين الجديدة أرحب بكم مصطفى ودينا وبكل أستاذ المشاهدين من المدينة الساحرة الجميلة كما ذكرت نتحدث إليكم في تغطية جديدة لمتابعة كل الفعاليات المتنوعة الموجودة على أرض مدينة العالمين التي تلقي بظلالها وبطرازها المعماري والشواطئ الساحلية الجميلة لكل الزائرين والمترددين على المدينة نتابع معكم اليوم الفعاليات التي بدأت في صباح هذا اليوم الخاصة ببطولة كرة الطائرة الشاطئية هذه البطولة الكبيرة التي تستضيف عدد كبير من المشاركين سواء من الفرق أو حتى من الدول نتحدث عن 42 فريقا من 32 دولة مختلفة حول العالم جاءوا إلى مدينة العالمين الجديدة تم استقبالهم وتوفير كل الخدمات المختلفة لهم وانتهت المباريات منذ قليل في اليوم الأول وستستكمل هذه المباريات غدا حتى يوم السبت القادم حتى يوم السادس والعشرين من هذا الشار وهو اليوم الأخير لمهرجان العالمين الجديدة كنا نتحدث مع المنظمين وأيضا المشاركين منذ قليل مستر جيف المشرف العام للاتحاد الدولي لكرة الطائرة أشاد بالتنظيم الموجود في مدينة العالمين وفي هذه البطولة وأكد أن استضافة مصر وخاصة مدينة العالمين الجديدة لهذه البطولة هي خطوة كبيرة لاستضافة مصر العديد من البطولات القادمة وعن سؤالنا له عن إمكانية أو بحث تطلع الاتحاد لإقامة العديد من البطولات خلال الفترة القادمة أكد أنه لا مانع من استضافة البطولات القادمة خاصة أنه سيبحث خلال هذه الفترة وخلال التنظيم الموجود من هذه البطولة كل الإمكانيات التي تتيح استضافة البطولات القادمة خاصة في هذه المدينة الجميلة مدينة العالمين الجديدة حتى اللعبين المشاركين من الدول الأجنبية المختلفة أشادوا بالتجربة المميزة لوجود كرة الطائرة الشاطئية لأول مرة في مصر وعلى هذا الشاطئ الجميل وأيضا بطبيعة الجو وحالة التقص الرائعة الموجودة في مدينة العالمين الجديدة خاصة أن هذه اللعبة يعني يتم على الرمال وعلى الشواطئ الجميل هذا بالإضافة إلى أن الفعاليات ستستكمل أيضا غدا بالحدث الأبرز وألهام مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية هذه النسخة المميزة لعدة أسباب أولا لوجودها في مدينة العالمين الجديدة وأيضا للاحتفال بمرور ستين عام على إنتاج أول مسلسل إذاعي وهو هارب من الأيام عام الف تسعمائة واثنين وستين وأيضا سيكون هناك بعض الحفلات الفنية غدا بوجود الستاند آب كوميدي علي أنديل وأيضا المطربة سمر طارق بالإضافة إلى حفل فني سيكون في نهاية اليوم يجمع بين المطربين الشعبيين محمود الليثي ومسلم ومحمد عدوية بالإضافة بالطبع إلى الفعليات التي تستمر على الممشى السياحي بمشاركة الفرق التراثية الخاصة بها التي تقدم فنون شعبية وأيضا تراثية وفرق التنورة الموجودة بشكل مستمر على الممشى السياحي نتوقع غدا أيضا أن يكون يوم حافل بوجود العديد من الفعاليات وأيضا الجماهير المترددين على مدينة العالمين الجديدة خاصة سنكون في نهاية الأسبوع وسنكون في ختم مهرجان العالمين الجديدة وبالتأكيد سنتابع معكم كل ما هو جديد في مهرجان العالم عالمين عودة إليكم إذا كان هناك أي أسئلة كل الشكر وتقدير محمود جميل مراسل التلفزيون المصري على هذا العرض من المدينة الساحرة والباهرة مدينة العالمين الجديدة والتي أصبحت وجهة للعديد من الساحين شكرا جزيلا لك